بالفيديو شاهد عيان على طلاق ياسمين عبدالعزيز وإحمد العوادي اعترف بالحقيقة أول رد فعلا من نقابة المعنى التمثيلية على إيقاف أحمد العوادي بسبب ياسمين عبدالعزيز السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فماكم بصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زيب الدرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو شاهد عيان على طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوادي اعترف بالحقيقة كشف الفنان أحمد العوادي عن تطورات حلاته الصحية خلال تصرحات تلفزيونية مؤكدا أن شعر بتعب شديد مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة مما استدعى لنقله لأحد المستشفيات وعن زيارة الفنان ياسمين عبدالعزيز لاورق بالانفصال أهل أحمد العوادي ياسمين عبدالعزيز بنت أصول وذلك مشدين لها من البداية وبالتالي ليس غريبا عليها وقفتها بجاري في المستشفى بمجردها الماء بخبر مرضي واستكمل ياسمين حرست على زيارة منزل يوم الأول ولم تكتفي بذلك ولكن كل يوم كانت معي بصفة مستمرة أول رد فعلا من نقابة المان التمثيلية على إيقاف أحمد العوادي بسبب ياسمين عبدالعزيز غادر الفنان أحمد العوادي المستشفى بعد شفاه من أزماته الصحية التي لحقت به مؤخرا وقرر استكمال علاجه في منزله بعدما سمح له الفريق الطب المعالج له بالمغادرة من جانبه أكد الكاتب الصحفي خالد فرق في تصريحات لبرنامج حكايات الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد إن الحالات الصحية لأحمد العوادي شهادت تحسنا كبيرا ومن مقرر مغادرته المستشفى أمس الخميس بعد الاطمانان على حالاته الصحية بشكل كامل وكاشف كواليز زيارة النجمة ياسمين عبدالعزيز للعوادي داخل المستشفى قائلا ياسمين عبدالعزيز أرسلت رسالة نصية للعوادي على هاتفه للتأكل من صحة أنباء تعرض الوحكة الصحية وحينما رد عليها مؤكدا ذلك بأنه يعاني من أزم صحية قام بزيارته في نفس يوم دخوله للمستشفى وميعكس معدنها الأصيل واحترامها للعشرة التي تمتدت بينهما لأعوام طويلة من الخيانة للمرض هكذا صنت ياسمين عبدالعزيز الود بعد التلق من أحمد العوادي تصدر سنية النجمة أحمد العوادي والنجمة ياسمين عبدالعزيز قوائم ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل على مدار الأسبوع الماضي وذلك منذ الألان تلقاهم رسميا وحتى معاناة العوادي في أزمات الصحية وحجزي في المستشفى وعن موقف زوجاته السابقة قال أنا وياسمين عبدالعزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيرة جدا والعالم العربي كله مهتم بينا وكان معانا قلبا وقالبا والانفصال تم بطريقة شيء طليق بينا وبحب الناس لينا وأضاف ياسمين عبدالعزيز أول ما سمت أن دخلت المستشفى وجال التنفي الشعب الهوائية رغم أننا متطلقين بعتت لي وقالت لي كلام كتير جدا وقالت لي أنت قويس وقال لي لا وهي أول واحدة قلت لها أن تعبته هروح المستشفى رحت المستشفى لقيت ياسمين هناك أحمد العوادي يكشف سبب وعكاته الصحية كشف الفنان أحمد العوادي تفاصيل وعكاته الصحية التي تعرض لها في الأولى الأخيرة قائلا شعرته بارتفاع كبير في درجة الحرارة وذهبت للطبيب وقال لي لازم اتحجز أربع أيام في المستشفى عشان اهماله في صحتي وأضاف خلال مدخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر الذي يقدمه لإعلام شريف عامر على قناة مبسي مصر مساء الأربعاء أنا هو ياسمين عبدالعزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيرة جدا والعالم العربي كله مهتم بينا وأتابع أعلن النجمين أحمد العوادي ياسمين عبدالعزيز عن طلقهما يوم أمس الثلاثة وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وأبر حسابهما على انستجرام أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلوع من الممثل أحمد العوادي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابة على فيسبوك تم اتطلع الرسم بينه وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتأدير بدوره أعلن أحمد العوادي في منخر على صفحته على فيسبوك عن اتطلع قائلا تم التلاقي الرسمي بين وبين ياسمين وسيظل بنا كل الاحترام والتقدير والحب والمودة وتداول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن مدهاشهم من طلق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود اي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الامر الاكثر اثارة للجدل هي نبوءة خبيدة الابراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الثناء في عام عشرين وعشرين وعلق احمد العوضي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون ولو سرقوا مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لا تماما اول رد من ياسمين عبدالعزيز حول خيانة احمد العوضي لها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بالوقع الصور انستجرام ان المصرف في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة واعلنت عن مزقليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر اصلاح عن النجم عوضي عبر فيسبوك اللي يرد عليها الاخير بتأكيد خبر الطلاق المصرف في الحب والطيبة خسران وقالت ياسمين عبدالعزيز فيستوريا انستجرام اخر كلمات منشرتها قبل الطلاق يوم عيد بيلادها اكبر درس اتعلنته في حيات ان المصرف بالطيبة والحب دائما خسران طلق extermin عبدالعزيز واحمد العوضي اعلن الفنان احمد العوض عن طلاقه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد دقات من اعلانها خبر طلقهما عبر صفحات الرسمية بفيسبوك احمد العوضي بيننا كل الاحترام والتقدير واضف احمد العوضي عبر فيسبوك تم التلاق الرسم بينه وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير يذكر ان احمد العوضي استفل امس بعيد ميلاد الفنان ياسمين عبدالعزيز حيث وجه له رسالة عبر الفيسبوك وقائلا كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي والعمر كله في صحة وهنا وسعادة ونجاح شهاد اول تعليم من احمد العوضي بعد طلقه الفنان ياسمين عبدالعزيز اهلا لنجمين احمد العوضي ياسمين عبدالعزيز عن طلقهما يوم امس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام اعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلقه من الممثل احمد العوضي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على فيسبوك تم التلاق الرسم بينه وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتأدير بدوره أعلن أحمد العودي في منشور على صفحته على فيسبوك عن الطلاق قائلا تم الطلاق الرسمي بينه وبين ياسمه وسيظل بنا كل الاحترام والتقدير والحب والمودة وتدول عددا كبيرا من جمهور المجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم من طلاق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود أي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هي نبوة خبيدة الأبراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الثنائي في عام عشرين عربع وعشرين وعلق أحمد العودي على هذه التوقعات منها بعبارة كذب المنجمون وعلى صدقه مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما أول تعليم من الدكتور أشرف بكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز و أحمد العودي نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل تلقاه بساعات على خاصية الاستوري بموقع السور أنستجرام أنا ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أنوني حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة باراقكم في التعليقات ما هو سبب مرض الفنان أحمد العودي لا تنسوا أن تشاركوا باراقكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضعطوا لايك أسفل فيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر